موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين المشاهدون والمشاهدات الأكارم أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم اليومي هي فرصة والفرصة التي سنتعرف عليها في هذه الحلقة هي فرصة استثمار وجود الوالدين أو أحدهما إن من الفرص التي لا تعوض أن تستثمر وجود والديك على قيد الحياة للبر بهما من أعظم الفرص لك لكي تدخل الجنة أن تلزم والديك وتبر بهما فهما بابان لك إلى أبواب الجنة قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة وقال في حديث آخر الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه فيحسرة من مات والده ولم يبر بهما حيث فوت فرصة عظيمة لا يمكن بأي حال أن يعوضها لكي ينال رضاهما ويدخل بسببهما الجنة فإن رضى الرب سبحانه وتعالى في رضى الوالدين وصخط الرب في صخطهما والمقصود ببر الوالدين الإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان قولا وفعلا الإحسان بالكلام الطيب وخفض الصوت والصلة المستمرة والإحسان بالخدمة وبذل المال وقضاء الحوائج والرفق بهما بمراعاة المشاعر وجبر الخواطر والبحث عن رضاهما وتحصيل محبوباتهما فإن بر الوالدين دين يجد البار وفاءه وكما تدين تدان وإن من تمراته العاجلة أن يجد الإنسان ذلك في أولاده فيبره أولاده ويحسن إليه كما بر والديه وأحسن إليهما وهذا أمر مشاهد وهذا أمر مشاهد وإن لم يثبت بذلك حديث صحيح أيها الشاب المسلم اعلم أن برك بوالديك وطاعتك لهما عنوان رجولتك ودليل مرؤتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدارين أخي الحبيب إن والديك هما سبب وجودك وأرحم الناس بك وأقرب الناس إليك يشقيان في هذه الحياة لتسعد أنت ويتعبان لتستريح أنت ويجوعان لتشبع أنت يعطيانك من غير من ولا أذى إياك إياك أن تقدم مصلحتك الشخصية أو رغبات أصدقائك أو هوى زوجتك على رضا والديك فإنهما أحق الناس بحسن صحبتك فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك متفق عليه إحذر رعاك الله ممن يأمرك بعصيان والديك أو يهوّن حقهما في نفسك أو يدعوك على التقصير في حقهما أو يصور لك أنهما شيخان كبيران لا يفهمان ولا يقدران الأمور ولا يعرفان مستجدات الحياة فمثل هذا لا خير فيه ولا في صحبته قال عمر بن عبد العزيز لا تصحب عاقا لوالديه فإنه لن يبرك وقد عق والديه وإن من الخطأ الذي يقع فيه بعض الشباب الغفلة عن والديه والإنشغال عنهما بدعوى طلب العلم أو حفظ القرآن أو الدعوة إلى الله وهذا من تقديم المستحب على الواجب وارتكاب المحظور من أجل تحصيل المندوب قال هشام بن حسان قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء قال الحسن تعش العشاء مع أمك تقر بها عينها فهو أحب إلي من حجة تحجها تطوعا وإلى هذا يشير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن مر الجهني رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة قال ونصب إصبعه ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وقد قيل ثلاثة مقرونة بثلاثة ومن هذه الثلاثة أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين مع عبادته سبحانه وتعالى فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أترككم في رعاية الله على أمل لقابكم في حلقة جديدة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة